تصاعد الأزنات السياسية والاقتصادية والمخاومة الشعبية اللي هستمر بالشارع اللي هتستمر بالشارع بالتنظرات التي لا تعترف بهذا الانتخاب الوالمي اللي هتطفل المبادرة ديه أكتر منها ساعتها هنطلب أكتر منها حيكون ده مجمس كهات التصورة ده حل زي نجال مفروض يقصد بعد سكون مبارك فأحنا وطرحنا على فكرة شيء قريب من ده هذا جدا قبل سكون مبارك لكن لم يوخز به فأحنا بنعيده تاني النقاط التالية في المبادرة المبادرة هي شرح خلفيات المبادرة ما هي المبادرة؟ عودة القوات المسلحة النصرية إلى فكناتها وإلى دورها المموت بها وإلى دورها المموت بها لحماية حدود البلاد ورفع المجلس الأعلى القوات المسلحة وهو عن السراع السياسي دائم البلاد ثانيا إلغاء انتخابات الرئاسة الباطلة وإلغاء ما ينسمى بخارجة في الطريقة التي فرضها من القلاب عن البتاح السيسي بقوة السلعة وكل ما ترتب عليها من أساس ثالثا عودة المسار الديمقراطي الذي انقطع في ثاني من يوليو بإعادة دستور 2012 مع إجراءة تعديلات المطلوبة عليه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وفقا للآليات المنصوص عليها في موادته تشكيل مجلس دي دي بقى المواد الجوارية تشكيل مجلس رئاسي مدني له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012 برئاسة الرئيس الدكتور محمد مرسي وعضوية المجلس لستة أشخاص وإضافة تاني لشخص الرئيسي بو سبعة بتشكيل نطمئن كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة أربع شخصيات تمثل كافة الطائرات السياسية واحد لبرالي واحد إسلامي واحد قومي واحد يسالي وتحظى بموقت كميعا واتخذ المجلس الرئاسي القرارات والإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع البلاد والعودة إلى المسارة الديمقراطية وقررت المجلس بغلبية الأصوات بمنزمة لجميع كما ينطب به مهام التالية واحد ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة وإعادة العلاقات الصحية بين الجيش والمجتمع السياسي المصري وحسم مسألة عودة الجيش لتكناته وانسحابه من العمل السياسي والحزب اتنين استكمال الرئيس مرسي البطرق الرئاسية في ظل المجلس الانتقالي لتجنب انتخابات رئاسية جديدة إن البلد دلوقتي عملت سبع تصويتات خمسة في عهد شرعية واثنين في عهد الانتقال سكان الدستور والجالات سابعة وكل واحد على مراحل محنا ننشر لحنا كل انتخابات يعني يعني قسرت الانتخابات لاني كان في فكرة مهام الاستفتاء بالرئيس والسلام الانتخابات رئاسية ايه؟ احنا عايزين نموفر ع البلد مش هادها لكل الانتخابات والمصانع مش هتشتغل بالانتخابات والمزارع مش هتشتغل بالانتخابات والفكرة هيتعطن بسبب كتلة الانتخابات يعني ده الرطل آلية المجتمع وفيه مجتمع بيمتحين هو احنا عايشين عشان ننتخب ولا بنا ننتخب كوسيل التنظيم الحقيقي واصلح ننتخب 40 مرة بقى كل سنتين تلاتة ننتخب خمس ست سبعة تلات مرات نتكلمش حتى عن الفلوس الضائعة في الانتخابات فيه يامل يامل وولا للشهور لكن ينشغل المجتمع بمعارك انتخابات جديدة رأي العمل بيتغيرش بالصورة ديها تنفير مناخ الفريات اللي لازم بالعملية السياسية ووقف نزيب الدم المصري ووقف حالة الاحتقام وحملات الكراهية التي اتبثوها الجسد الاعلام ووقف الاعتقالات والتلفقات والافراك طبعا الجميع والتلفقات الامنية والبصفيت اوضاع المسؤولين والمعتقلين بعد طورة 25 يناير وانقلاب 30 يوليو 2018 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة